نحملونا لأنه القطاع المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد اللبناني وللدولة اللبنانية يعني وقت لما نحكي بكيان دولي ما فيها تعيش إذا ما قدر تأمنت نفاقتها وقت بيجي القطاع بيعطيها التمويل اللازم وقت نشوف الاقتصاد حتى هو مأزوم والقطاع المصرفي عم بيدعمه الهاجس الأول تبعنا هو استقناف عملية النمو الاقتصادي إذا ما فينا نرجع النمو الاقتصادي لـ 7 و 8 و 9 مئة منكون وقعنا الشعب اللبناني بأكبر مأساة لنقدر نستقنف النمو بدنا نرجع ندرس النموذج الاقتصادي للبنان اللي بدنا نحافظ عليه أكبر خطر على لبنان مش هو الخطر الخارجي وخطر الحروب وخطر انقسام اللبنانيين بين مؤيد وغير مؤيد لعمليات عم سير بالخارج أو لربيع عربي أو خريف أو شتاء أكبر خطر هو اعتماد سياسات اقتصادية خطأة بلبنان يعني من جملة سياسات الخطأ اللي بدنا نتجنبها هي التهويل بتغيير النظام الضريبي هي التهويل بتحويل لبنان لجهنم ضريبي ولو كان بالكلام لأنه ما حدا رح يقدر يعملها اليوم وقت بتشوف مشروع موازني للدولة طرحن لك عشرات المواد تعديل النظام الضريبي من أساسه بدون نشوف شو السبب إلا أنه بدنا نحصل على جباية إضافية ونعرف نحن أنه ما في جباية إضافية إلا نتيجة نمو وكل جباية مبنية على مضاعفة وزيادة معدلات الضرائب بوقت الاقتصاد عم يتراجع هي خطأ كبير وحساب غير دقيق لأنه نحن هلأ نسنا متأكدين من أنه نقدر نحصل على الضرائب المقدرة يعني اللي هي محددة بالوقت الحالي فكيف تصعيد المعدلات الضريبية فنحن فأزا بدنا نحافظ على النموذج الاقتصادي اللي نجحنا فيه وبصورة خاصة المحافظة على لبنان مركز مالي للمنطقة نحن نجحنا نحن طبعا نحن نجحنا أنه نكون مركز مالي ومستقر ومستمر مثل ما شفنا هشلوا السواح ولم تحشل الودائع طب بالنسبة للأيال اللي عم بيطالبوا أنه أكتر يعني دعم رح بحكيك فيه لأنه معيد في وقت بعد شيء هشلوا السواح ولم تحشل الودائع علما أنه بنعرف أنه رأس المال جبان معناته أنه في عندك نظام هائل بقوته وقدراته والثقة يلي قدر يخزن بعجرات السنين نحن بنحول لبنان لمركز أقوى من ذلك يعني بدنا ننشئ فيه لوف سندية الاستثمار بس ما نلعب بالتشريع الضريبي ما نعتقد بتشريعات آنية زرفية قصيرة النظر أنه نحن بدنا نمول من هون واقع كذا طب بالنسبة لأيالي اللي نطلق بالنسبة لأيالي اللي يقولون للزملاء بالطبع نحن مندمجين بهذا الاقتصاد يعني نحن لسنا قطاع مصرفي مستورد أو نعمل مع تجار خارجيين يعني هون هن بالفعل أنتوا من جزء من هالدورة الاقتصادية طبعا طبعا وقت بيكون فيه تعصر موقت ناتج عن أسباب زرفية ما بيجي المصرفي بيحط المؤسسات بيزرقها بالزاوية بيعرضها للإفلاس أو للتعصر بالعكس هو إذا كان إمكانية استمرارها مستمرة متعصرة مش ناتج عن خطأ بالقيادي أو الإدارة بقدم التسهيلات بقدم التسهيلات وما يتفضل يقول كفلات متفاهمة نحن متفاهمين ومصرف لبنان نعم بيعطي الدعم كمان متفاهم فإذا فيه عنا سلطة نأدية وقطاع مصرفي وشركة كفلات مؤسسات متعاونة ومتفاهمة ونحن بالفعل ملتزمين بهذا الاقتصاد فإذا بالمختصر القطاع المصرفي هو قطاع استراتيجي للبلد هو قطاع استراتيجي في المنطقة أنه مثل ما شفنا لم تنشأ أي قطاعات ومراكز مالية بهمة بمنطقة إلا بالخليج معروف سبب يعني القدرات بينما القطاع المصرفي اللبناني قدراته هي فكرية وقدراته هي تعود إلى طبيعة اللبناني والثقافة اللبناني نحن في عنا عشرين ألف موظف اثنين وعشرين ألف موظف في القطاع المصرفي في واحد وسبعين بالمئة منهم خارجين جامعات أرقى جامعات بالداخل الخارج في عندك قوة فكرية هائلة تستطيع بالفعل أن تمسك بهذا الوضع وهي موضع تقدير عالمي ما بدنا نعرضها لأي مغامرات بالسياسات الظرفية المبنية تحت ظرف الحاجة بينما نحن ننظر إلى المستقبل بأفق واسع على كل حال يمكن لمنهاك أنه في اتكال على هذا القطاع الذي بقيه صامدا لحتى بالنتيجة يشكل الظرفية الضرفية لكل القطاع ترجمة نانسي قنقر